سودان ليست امريكا في امريكا وكلا اما اما رغل و噠جلا وانا اما رخي م fingerna عسال لك سوال اذا ما قدرت اجابه على السوال تدفع عليه خمسه دولار وماذا الان تواح يجيه اذا ما قدرت انا والمراكس احل للسوال سطح بتاعك ادخي 100 دولار السوداني قل له كويس تعانا جدد احول العاد جدر vaigعطه لدي احطنا مدردقه عاينا عادي erste اro اامريكي واصلي اشوف انو عالى استيق 촉 fibers الجبل بتلاتة كرعين وبينزل من الجبل باربعة كرعين بديك تلاتة يوم الامريكي التطلANT قدير ما فتش حيوان يطلع الزبل بثلاتة كرعين ينزل بتاربا بعد ما عرفوا وكان اصلا في البداية على السوداني سؤاله السوداني ما جاوبه يعني قال لما هي الجاذباني الارضية سوداني قال لي ماondersاده quick 5$ الامريكي بيقى يفتش في الحيوان بيطلع بدلاتة كرعين ننزل بارب بعد那麼اعده مايعرف جل السوداني أول حاجة ورقة جديدة تجال 100 دولار ختافي يجيبه الأمريكي قال السودان طيب للمعرفة الحيوان ده جنو؟ السودان قال الله ما عارفه هاي خمسة دولار رمضان كريم هنبريب الكوميديا بواب الهنبريب تعالوا علينا خشوا بالبق يا شباب الموضوع ده من قبائق والله والله من قبائق عديسي ده البنت ده كل مرة بيجي عشان يقدار اللي جاره وليل يوم سبعتاشر وكل مرة افلت له في اللي جاره والله مصر انا ما عندي انا ما عندي عديل والله العظيم زوان اللي سودة خمستاشر ولا ثلاثين تقوم تبيع بناديلة كلها أسي خمسة زوان يا أخي يكبروا يمتوا يا عمي شنو أنا؟ يا أخي انا بتعدر داقة تعدر داقة ودفعت اللي جار أجاب يجار البيت أزوروا فيك عبا يا مصر أهنا بلك حاجة أدفع لك الشهر الشهر جاينما أخونا اللي موضوعين عبا де المسل которые؟ أبسع ضاءل أتالي أتالي أداما بالأفهم فهو هان دي السن الثاني لنا رح imprisonوا؟ أ merdeوا انر juntos أحس الحاجة أشفارني أكثر لما أن أقومت كن Service رح؟ لا نعم لا. أصبح نعم لا هل يقوم صغ initiate ليس برج أي فعل لها إقيت كثيرا يا أخوان أنا ما أود أن أدفع والله ما أود أن أدفع أنا أقول أن أجل السيدة على البلد إيه ما أدفع عليك ما عندك سوف تصندوق يا مصر أدفع عليك أنا مرة جايلة دي مصر سامي الليل يوم 17 صح؟ صح الزرط لا ممكن يجأ أسه في أي لحظة في أي لحظة ممكن يجأ والله والتحلام أه الزل يا أجاب أه يلا إلو اللح أه لا سمس بس أخصو بالله ما بحاجة تبرق بها إيد لحل واحد حل عليكم الله تصرر بيتها حدرت لغوشي يا مصر أجي أشي القروشي يا أخي الليلة 17 الليلة 17 يا أخوان أدعاجي بلغوشي في البيت يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم الليلة يوم 17 أه لكن إنت منوه أنا منوه أنا خدر خدر؟ أه بسم الله خدر سيدة البيت دي لغوشي يا أخوان ما شوني يا أخي تحول أول أخو يا زول بيت شنو سلام عليكم تعالف أزول ده عليكم السلام محمد محمد أي أه كيف يا ابني مناديل مناديل شري يا أخوان عليكم الروض الديني يقولوا لشي حقت الإيجار سرعة سرعة يا أخوان عشان أنا ما ما شو يا أخوان بسم الله مش دي لها لا لا أنا أجيبك شوفا يلا اشتركوا في القناة لا إله إلا الله عزال في بيته بعرف أنا فكرتك عجيبة 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 يا أقول لك حاجة أسبوعين أنت أنا مجال أحلم ولا أحلم شكلها فكرتك ما قسمت يا من زود بجة ثاني مرحب السلام عليكم السلام أنا سأل محلية المحلية خير داري العوايد عوايد أيوة لا ده بيت عزابة لا قصدي العتب العتب أيوة لا عتب أيوة داري منكم قروش قروش أيوة كم طيب 18 مليون و 625 عجرين كم 18 مليون و 625 عجرين أسمع هوي أنا إحنا والله البيت ده ما حقنا ده بتاع حاجة خدر والله ده ما حقنا السيدو أين سيدو يا والشباب أنا إحنا نات عزابة ساكنين في البيت ده ناس شغلة بنطلع ونجي بالليل من الصباح ناس يجار ناس يجار مهجرين ساي طيب سيدو أين سيدو أخوا من ذول قريبنا وهذا كان يجايف سيدو يقم باللعسية هسي بانه انا عم قدر دا اسي كام معانا هنا اسي باود ديقلي يلا عم اسي كام معانا اسي 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 هذا البيت عم قدر يا حج اطلع عم قدر بحزبي الله ونعم الوكيل فيشنا يا اخواننا تاني ما يكون دا عذاب يدي جابي النسكم معاكم ولا شنو لا لا انا بتاع المحلية محلية ايوة ان شاء الله خير عندكم عوايد عوايد شنو عوايد تعد عدب 18 مليون 625 مليون 18 مليون وكم 625 مليون وانا دخلي بها شنو ما هيتت سيد البيت البيت انا جرواه منك انحنا دا سامي سامي دا شنو انا مظهر مظهر يا عم خدر ياخو الاتبار شنو يا عم خدر ياخو ياخو دما بيتك مجرلو لنا ياخو شنو انا انا هندي بيت يا عم خدر انت كمش اي ما اجيدنا كنت داير حق اللي جارب بسم الله الرحمن الرحيم انا بكر سلمت عليه وليشنو مزعمت دا هاي جاي من وينتو انا علي 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 يا عم خدر ياخو الله ازاكم اي ازا المخدرات مليتو البلد ياخو سلوك مختلف وهذا السلوك المختلف ربما يكون هو السلوك الذي جعل منا اناس مختلفون سيكون هذا السلوك منقصة علينا اصبح في العالم كله تطور كبير ولكننا لا نظن ان نقبع في محطة قديمة فهلالك الذين يعاكسون الفتيات يضايقونهم ويصيبونهم برموز وكلمات ربما لا تكون حقيقية ولكن في شباب بحقيقة قاعدين في شارع تحت الشجر وبتاع بيجي ماشا ووشاعات ونظم والبديو كانهم بيعرفوا يتكلموا عن الكلام ووشاغلوها يحني حاجات كده يعني ما عندهم علاقة بالمشاغلات دي والناس بينضايقون فانا بفتكر ان هذا سلوك سيء والناس ما تشتغل بيه كثير سمت سؤال يطرح نفسه هل ستكون المعاكسة هو ديدن اخير للطلاب والطالبات والمؤسسات والكاميرات والقاعدين والجالسين والذين يعملون في اتجاهات مختلفة ام اننا سنعود للاخلاق والادب والتميز الذي ميز هذا الشعب الطيب يلوك المافشاغ للبنات من اكتر مكان ما في اي بنات الغزال ذا من مين يا حبيب اشتركوا في القناة 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 شكرا